اهلا بكم اعلن الادعاء الام سويسري اليوم الجمعة انه فتح تحقيقا جنائيا ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المستقيل جوزيف بلاتر للاجتباه في سوء الادارة والاختلاس واضاف البيان ان مكتب المدعي العام السويسري اجرى اليوم تفتيشا لمقر الفيفا بدعم من الشرطة الجنائية الاتحادية حيث تم تفتيش مكتب رئيس الفيفا ومصادرة ملفات البيانات وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اعلن في وقت سابق من اليوم الغاء المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر ان يعقده رئيسه المستقيل جوزيف بلاتر اليوم في زيوريخ قبل دقائق من بدايته ولم يوضح الفيفا اسباب الغاء مؤتمر بلاتر واكتفى ببيان لخص فيه ابرز ما ناقشته وقررته اللجنة التنفيذية في اجتماعتها على مدار يومين انطلقت اليوم مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الاردن لكرة القدم والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل وانتهى اللقاء الاول الذي جمع فريقي الاصالة والجزيرة بفوز الجزيرة بهدفين مقابل هدف بينما تغلب الحسين اربد على البقعة بركلات الجزاء الترجحية بعد التعادل السلبي في الوقت الاصلي هذا وتتواصل منافسات دور الستة عشر من كأس الاردن يوم غد السبت باقامة ثلاثة لقاءات حيث يحتضن استاد الامير هاشم اللقاء الاول بين الطرة والرمثة في الساعة الخامسة مساء وتقام مباراة شباب الاردن وبلعمة على استاد البتراء في الساعة الخامسة ايضا بينما يتواجه فريقي الفيصلي والصريح على استاد عمان في الساعة السابعة والنصف هذا وتقام المنافسات طبقا لنظام خروج المغلوب من مرة واحدة وتنص التعليمات على انه في حال انتهى الزمن الاصلي للمباراة بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لتحديد الفائز دون احتساب شوطين اضافيين خاض المنتخب الوطني بكرة السلة للرجال اليوم ثالثة لقاءته مع الصين في الدور الاول من بطولة امم اسيا المؤهلة لأولمبياد ريو 2016 وانتهى لقاء بفوز الصين على المنتخب الوطني بنتيجة 84 نقطة مقابلة 67 وبالرغم من هذه الخسارة اهل المنتخب الى ثاني ادوار البطولة من جهة اخرى حقق المنتخب الفلسطيني انجازا تاريخيا بتأهله الى الدور الثاني بعد انفجر مفاجأة كبيرة في الجولة الاولى بفوزه على في جميع مباريات المجموعة اخرها اليوم على المنتخب الفلبيني بنتيجة 75 نقطة مقابلة 73 خيم التعادل السلبي بدون اهداف على لقاء فريقي ديفنسور الاروغوياني والانوس الارجنتيني في ذهب دور الستة عشر لبطولة كأس امريكا الجنوبية والمقامة في بوينس ايرس هيمن فريق لانوس على مجرية اللعب منذ البداية وواصل ضغطه على الفريق الضيف لكن دون القدرة على التسجيل طوال الشوطين استمرت هجمات فريق لانوس بحثا عن التسجيل الا انه فشل في هزي شباك الحارس كامبانا لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي خسرت شيكي توماس بردتش المرشح الاول للفوز ببطولة سانت بيترسبيرغ اليوم في الدور الثاني امام الايطالي سيميوني بوليلي خلال ساعة واربعين دقيقة وتواجه بردتش وبوليلي العام الحالي في ثم نهاي بطولة دبي عندما فازت شيكي على الايطالي وسيواجه بوليلي في ربع النهائي البرتغالي جواوسوسا الذي فاز على الاسباني مارسيل جرانيروس تمكن السائق الروسي دانيال كافايت من تسجيل اسرع زمن بحصة تجارب الثانية من جائزة اليابان الكبرى الجولة الرابعة عشر من بطولة العالم للفورميلا ون وكان كافايت اول سائق يخرج الى الحلبة باستخدام الاطارات الخاصة بالحلبة الرطبة وسجل زمنا بلغ دقيقة وثمانين واربعين ثانية متقدما على نيكو روزبرغ صاحب المركز الثاني واكتفى بطل العالم الحالي زميل روزبرغ في فريق مرسيدس لويس هاملتن بالمركز الثالث في حينضة من زميل كافايت الاسترالي دانيال ريكياردو المركز الرابع اشتركوا في القناة